اشتركوا في القناة من مسلسل اختفاء الشباب الصغير هنشوف النهاردة اختفاء الطالبة بسانت اللي اختفت في ظروف غامضة وحنعرف سبب اختفاءها وايه اللي حصل ثلاث ايام من البحث قادتها اسرة الطالبة بسانت ممدوحة طالبة بكلية اقتصاد منزلي جامعة حلوان بعد تغيبها عن المنزل يعني ثلاث ايام اسرتها بتبحث عنها خرجت الطالبة بسانت من منزلها يوم الاتنين اللي فات عشان تروح جامعة حلوان وبعد يوم قضيته داخل الجامعة خرجت بصحبة زملائها وركبوا مترو عزبة النخل وبعد وصولهم المحطة عملت اتصال تليفوني بولدتها بتخبرها بوصولها الى محطة المترو عشان تطمن امها عليها ما فاتش الغر دقتين وعملت اتصال بسجقتها المقربة اليها بتخبرها بانها هتخرج من محطة المترو كأن قلبها بيشعر بشيء ما توجهت بعدها الطالبة بسانت الى موقف السيارات المجاور لمحطة المترو عشان تروح لمسكنها بمنطقة الشيخ منصور وبالفعل راكبت احدى السيارات وبعد خمستاشر جيئة انقطعت اخبار الطالبة محدش يعرف عنها حاجة قامت والدتها بالاتصال بيها اكتر من مرة لكن دون جدوى مرت ساعة وبعدها ساعة واسرتها بتحاول الاتصال لكن كان الهاتف بتاعها مقفول هرول والدها يعني اصر عمها والدها الى محطة المترو في عزبة النخل وحاولوا انهم يسألوا عنها لكن المحاولات كلها محدش عارف عنها اي حاجة جلس والدت طالبة وعمها بيفكروا في وسيلة يعرفوا خط السرها طب هي راحت فين بعد كده لغاية لما انهم توصلوا انهم يروحوا لمحل مجاور لمحطة المترو للكشف عن وجود كاميرات مراقبة يعرفوا بيها اذا كان في المحل ده فيه كاميرا ولا لا عشان يعرفوا خط السير بنتهم كان ماشي ازاي وفي اسناء ذلك عصر اهل الطالبة على احد كاميرات المراقبة اللي بتطل على موقف السيارات طالبوا من صاحب المحل لتفريغ كاميرات المراقبة بعد ما حكولوا قصة بنتهم وانهم مش لقينها وفيه ساعة عدت ومعرفوش عنها حاجة صاحب المحل ما تأخرش وقام بتفريغ الكاميرات وشاهدوا في اللحظة دي استقلال بنتهم للسيارة الميكروباس اللي ما فيهاش اي لوحة معدنية في اللحظة دي اسرع الاب واخوه وعم الفتاة الى موقف السيارات حتى تم مساعدتهم للوصول الى قائد السيارة يعني لقوا من السواق بتاع العربية مر الدقائق معدودة ووصل والد الفتاة الى سائق الميكروباس في ذلك الوقت كان اسم شرطة المرج كان حضر لمكان الواقع اللهم واقفين فيها بتفتيش السيارة لقوا مفاتيح البنت وبسؤال السائق قال لهم انا معرفش عن البنت اي حاجة رغم وجود المفاتيح في عربيته خدوا السواق لاسم الشرطة وناشد عم الطالبة بسرعة الاستجابة الى البلاغ المقدم بتغيب الطالبة دي في قسم شرطة المرج وان الناس اللي يعرف اي حاجة ان البنت دي راحت فين فيه صورها هي موجودة وهم نشروا صورها عشان مش عارفين لغاية دلوقتي بنتهم راحت فين وربنا طم من قلبهم وان شاء الله ترجع بالسلامة وما يكونش حصل لها اي مكروه دا كان خبرنا النهاردة يا جماعة ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان ان شاء الله يوصلكم مني كل جديد اسابكم في امان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة